فكرة النصيحة إن حد ينصحك إن حد يقول لك حاجة بصراحة هل تقبل النصيحة من أي حد؟ مين الشخص اللي أنت بتقبل منه النصيحة؟ إيه أعظم نصيحة قالت لك؟ يعني أنت لما تقول لي أعظم نصيحة قالت لك يمكن أنا أستفد بيها في حياتي يمكن أنا لما أسمعها أقول سداني الكلام ده جاي من حد كده خبرة وحد واضح أنه هو مختبر يعني في الحياة فكرة النصيحة هل تقبل النصيحة من أي حد؟ وأقول لكم على حاجة كمان في ناس بتمشي تتبرع إن هي تقول النصيحة هل أنت بتقبل النوع ده من الأشخاص إن هو طول ما هو ماشي على فكرة كان لازم تلبسي فستانغر للأبساء ده على فكرة ما كانش ينفع تقول الكلام ده في الموقف ده لأي حد يكون ابنه يكون قريبه يكون حد معرفه يكون صاحبه هو ماشي ينصح الناس كلها فهل الشخص ده بصراحة ممكن نقبل منه النصيحة؟ وفي ناس أنا بشوفها بتقول حاجات درر يعني بتقول حاجات كويسة بس في شكل عوز بالله يجي يقول لك يبقى أنت كنت سايق جدا طب كلمة أنت سايق جدا وبعدها هتقول النصيحة أنت قفلتني على فكرة يعني أنت وداني كده قفلتني هتسمعك فأنا لو هسمعك بعد كده هنمسك في بعض وهنتخانق ففكرة النصيحة مين الناس اللي انت بتقبل منهم النصيحة؟ وإيه أفضل نصيحة قالت لك؟ ولو حابب تقول لنا من مين؟ قل لنا من مين؟ حقيقة موضوع مشوق جدا وموضوع شايفة أنه الناس بتختلف عليه كتير لأن فيه كتير ناس بتقبل النصيحة بشكل مباشر وبشكل بسيط وفيه ناس تانية لازم تدخل لها بطريقة معينة علشان تقول لها النصيحة اللي انت عايز تقولها هل بتقبل النصيحة بشكل بسيط؟ هل ممكن لما حد يجي يقول لك من فضلك اعمل كذا أو اعمل كذا الموضوع يبقى بالنسبة لك مقبول؟ خصوصا لو كانت نصيحة في العلن يعني فكرة النصيحة ما بينك وما بين شخص أو النصيحة في العلن لما يجي في وسط الموقف يقول لك على فكرة ما تعليش طوتك كده على فكرة ما تتكلمش بالطريقة دي على فكرة البس بالطريقة دي على فكرة رد فعلك مفروض يبقى الطريقة دي النصيحة فكرة النصيحة في العلن هل ممكن تقبلها حتى لو كانت هتنقذ موقف يعني هي طبيعي بنقول انه دايما النصيحة بتبقى أفضل حاجة انها تكون ما بين الشخص والتاني يعني ولكن فكرة ان انت تقبل نصيحة في العلن هل دي حاجة ممكنة؟ احنا عندنا في القداس في قشية الاجتماعات نقول بدت مشهوراتهم كما بدت مشهورات أخي طفل مشهورة أخي طفل دي كانت نصيحة يعني كانت نصيحة بس نصيحة غلط ففكرة النصيحة وأنا ازاي حتى أقيم النصيحة فهل أنا ماشي بقول للناس انصحوني أو أن أنا مثلا أخذ نصيحة من أي حد هل ده يجوز؟ طيب لو أنت بصراحة كده لو حد انتقدك والحد ده أقل منك يعني أنت مثلا مدير في مكان وموظف صغير وجه لك النقد بشكل أو بآخر وقال لك ما كانش المفروض قول لك على حاجة وجه لك النقد في لبسك قال لك على فكرة جاكت اللي أنت لابسه ده ما يلقش بالمكان وما كانش ينفع مش مناسب للمكان أنا رأيي ما تجيش بتاني وإنت تبقى لسه جايبه جديد تقبل النصيحة من حد أنت شايفه أنه أقلم ما فيش حد يفينا أقلم التاني بس أنت شايفه أنه أقلم إنك في الترتيب يعني في الشغل أو كده تقبل النصيحة ولا لا لو أنت قدامك نصيحة لحد إزاي تقولها يعني بكل شيء بما يخص النصيحة يعني أنا النهاردة لو عايز أقول نصيحة لأخويا لصديق لصحبي لواحد في الشارع أقول هلو إزاي يعني هل أنا يعني متاح أن أنا مثلا أقول لحد على فكرة مش عارف إيه طب هل ينفع أن أنا مثلا كمزيحة أن نطلع مثلا الدعي المفهومية وقعد أقول لك أنا نصحت لكم في الموضوع ده يعني برضو مشوف أنها شيء مستفزي يعني أوقات فيه ناس تخرج عن الصياق فكرة النصيحة إزاي نعملها